بسم الله الرحمن الرحيم مصادر النظام السياسي الإسلامي مصادر النظام السياسي الإسلامي فالقرآن الكريم وكتب التفسير التي تفسر آيات القرآن الكريم تعتبر المصدر الأساسي للنظام السياسي في الإسلام ولذلك نجد أن علماء التفسير كانوا يتكلمون عن كثير من مباحث الحكم وعن قواعد الحكم ومقاصد الدولة عندما يفسرون الآيات التي تتكلم عن ذلك ومن الأمثلة على ذلك قوله سبحانه وتعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فهنا أمر بأن يحكم بينهم بالقرآن الكريم وأيضا قوله سبحانه وتعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله فالحكم بين الناس يكون بالقرآن الكريم لأن القرآن الكريم هو المصدر الأول للنظام السياسي أيضا قوله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر والشورى تعتبر من قواعد النظام السياسي الإسلامي فدل ذلك على أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للنظام السياسي الإسلامي المصدر الثاني السنة النبوية وكتب الحديث والسير المصدر الثاني للتشريع سواء كان في النظام السياسي أو غير النظام السياسي فالنصوص الوالدة في النظام السياسي عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية تعتبر أصل من أصول النظام السياسي الإسلامي لذلك نجد كثير من مباحث النظام السياسي قد تحدث عنها أهل الحديث وأهل السير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا عن ذلك كمباحث حقوق الإمام والمباحث ما تتعلق في البيعة والمباحث التي تتعلق بتحريم الخروج على الإمام ووجوب طاعة الإمام ووجوب لزوم جماعة المسلمين وغير ذلك من المباحث في النظام السياسي هي تحدثت عنها السنة النبوية وتحدث عنها علماء السنة من هنا يتبعي لنا أن مصدر النظام السياسي الإسلامي الكتاب والسنة هذا والله أعلم وأحكم